لا تفكري أبداً في كون شعرك مشكلة حتى يصبح مشكلة آه، آسفة يا ذاكي، ليس خطأي، خطأ شعري الغبي نعم، سنتحدث اليوم عن الصراعات مع الشعر حسناً، حان وقت تسريح شعري قبل موعد الغداء سأوصل مكوات الشعر بالقابس هذا شعر نعم جداً، أريده مجاعداً ها أنا قادمة لأول خصلة أوه، جاستن يتصل هلو؟ لحظة، ماذا؟ أنت تمزح نعم، أريد الذهاب لرؤية جونس برودر مجاناً يوم الخميس لا أصدق أنك ربحت التذاكر، هذا الشيق من الغاية ذاكي، ألا يجب أن تنتبهين لما تفعلين؟ يا إلهي، لا يمكن أن يحدث هذا ما قصد ترك المكواتي طوي لنا حسناً، الماء دافئ وحن وقت وضع الشامبو إن كنت قد غسلت شعراً طويلاً في السابق، فأنت تعلمين أن تساقط الشعر جزء من هذه العملية هذه كبيرة، من الأفضل وضعها هنا لأخذها لاحقاً وبحلول نهاية الاستحمام، سيكون قد تساقط شعر كافاً لصنع باروكة كاملة من الأفضل أن أتذكر التخلص منها قبل أن يستخدم شخص آخر الحمام يا إلهي، هذا شعر كثير، آمل أن لا أكون مريضة أوف، أتمنى لو كان بإمكاني تغيير مظهر شعري، لكن لا أريد الانتظار لحجز موعد في الصالون أتساءل إن كانت القصة ستغير مظهري قليلاً واو، تبدو جميلة ربما يمكنني قصها بنفسي، لن يكون لديك الصعوبة يجب أن يؤدي هذا النقص المهمة يقال على الإنترنت أنك إن لففته هكذا، فستنقص بالتساوي في خطوة واحدة أي أن كان من وضع هذه القاعدة، فهو أحمق الدرس المستفاد، اترك تعديلات القصة لمصففة الشعر حسناً، لقد مرت أربعون دقيقة، يجب أن تكون الفطيرة جاهزة الآن واو، رائحتها الشهية ويبدو شكلها أفضل من رائحتها ستحبها ذاكي، فهو طبقها المفضل من الأفضل وضعها على طبق، فالتقديم أهم جزئية وانتهيت يبدو أنه بانتظار ذاكي، طبق حلا لذيذ هذه إحدى ميزات العيش مع شخص يحب الخبزة بل كد أستطيع المنع نفسي من الهجوم عليها الرائحة الزكية شكراً يا بيلا حان الآن وقت الجزئية الأفضل، تناول اللقمة الأولى حانت اللحظة أو نعم، إنها لذيذة بيلا، أين تعلمت خبز هذا الطبق الشهي؟ هناك شيء واحد فقط يمكنه إفساد حلا مثالي كهذا وهذا الشيء ما هو إلا شعرة مجعدة كبيرة وطويلة يا، إن كانت هذه الشعرة لنتجع لك تتقيئين، فلا أعرف ما خطبك عند التفكير بأن هذه الشعرة الكبيرة كانت في فامي حسناً، يجب أن أتخلص من طعمها قبل أن أتقيئ هل تريدين نصيحة صغيرة يا بيلا؟ قد ترغبين في ربط شعرك في المرة القادمة التي تخبزين فيها شيئاً نذيذاً أخيراً، حان وقت الاسترخاء ومشاهدة بقية المسلسل الذي يتحدث عنه الجميع من المؤكد أن أحدهم يتضور جوعاً أعتقد أن الوقت قد حان لإعادة من الإطباء أوه، هذه السماعة عالقة تماماً في شعري أوه، هذا الشيء عالق بي حسناً، أنا أستسلم، أعتقد أنه سيظل عالقاً بي للأبد لا شيء يضاهي تصفح مجلة الموضة للحصول على إلهام جديد حول مظهر الشعرة واو، انظري لشعر هذه الفتاة هل سابدو جميلة بشعر أشقار؟ أعتقد أنه بإمكاني فعل ذلك بنتخل بسخدام موبيل، صحيح؟ حسناً، لقد قررت، سأفعل ذلك لماذا أضطر لإنفاق ثروة في الصالون إذا كان بإمكاني أصبغ شعري في المنزل؟ لكن هناك سبب لدفع النساء مبالغاً كبيراً لصدر شعورهن في الصالونات لأن العاملات هناك يعرفن ما يفعلنا كيف تحول الشعري إلى اللون الأحمر؟ هل وضعت المادة الخطأ؟ وفجأةً أصبح شعرك الغامق المملء لا يبدو سيئاً للغاية، صحيح؟ استيقظي يا فيكي وتألق اليوم هل يجب أن أغسل الشعري هذا الصباح؟ يبدو فوضوياً بعض الشهيء، صحيح؟ حسناً أصبح شعري نظيفاً وجاهزاً للتصفيف سأغذيه ببعض المرطب قبل وضع أي حرارة عليه والآن سأضع بعض الرغوة روتين الشعر هذا يستغرق وقتاً طويلاً عندما تسرحين الشعرك تشعرين في الغالب أنك في سباق ماراثون انتهيت من خطوة واحدة وبقيت تبع خطوات في المقابل بعض الفتيات لديهن روتين شعر مختلف قليلان بمجرد اختيارك لزيك فأنت مستعدة للخروج لأن شعرك مربوط في كعكة فوضوية ظريفة ولا تزال باقي مستمرة وأود أن أضيف أنها لا تزال في منتصف الطريق لكن يمكن لصاحبات شعر طويل مثل بالا إكمال مظهرهن في خطوة واحدة سهلة أو خطوتين واو، هل كان هذا الشعر في كعكة طوال الليل؟ كيف تبدو الفصل مثالية؟ هذا ليس عدلاً لم تبدو لأي جهد نعم، إنه يوم الصالون كل فتاة تعرف أنه في الثانية التي تجلس فيها على كرسي الصالون يجب عليها أن تشرح ما تريده بدقة حسناً، أريد قصة قليلة من الأطراف ربما إضافة بضع طبقات لكن بدون تغيير كبير وبينما يبدو أن مصففة الشعر قد فهمت كلامك إلا أن من قصها يبدأ في رسم صورة مختلفة يسمون هذا المظهر دموع وقصات يا إلهي، هذا أسوأ من مشاهدتي في مرعب أنا خائفة جداً لأن أنظر حسناً، أعتقد أني بلغت في ردة فعلي هذه القصة جميلة يا إلهي، ألتشير الساعة للسابعة صباحاً؟ أعتقد أنه من الأفضل لي الاستعداد لهذا اليوم والخطوة الأولى التخلص من نفس الصباح الكرية لكن مع صاحبات الشعر الطويل قد تصبح المهام البسيطة مثل تفهيش الأسنان معقدة بعض الشيء لم تلاحظ بلغت أن شعرها طلطها بمعجم الأسنان نعم، ها هو والآن يجب علي غسل الشعري واو، يبدو هذا الروج الأحمر رائعاً عليك يا بلا الآن كلما تبقى كانت تأكد من أن شعري يبدو جيداً وسلسانة آه، توجد عقدة يا عالم هل أصبح المشت أصغر فجأة؟ أعتقد أن النصف الآخر عالق في شعري لحظة كيف وصلت إلى هناك أيها الفتاة الصغيرة ليارى ما يختبئ هناك أيضاً شيء ما يبدو غريباً لا تذكر أبداً تناول هذا الشيء سأتفض بها لوقت اللاحق حسناً، يجب ألا أعثر على المزيد كما عدد الأشياء المخبأة هناك حسناً، أيًا كان هذا الشيء فإنه لا ينتمي إلى شعري خيوط صوف حمراء؟ كيف؟ أعتقد أني سأستمر في سحبها حتى أصل إلى النهاية نعم، أعتقد أني عثرت أخيراً على المشت آه يبدو أني سأبدأ رحلة مستعجلة إلى متجر مستلزمات التجميل هذا جانب من المعاناة مع الشعر الكثيف المجعد إن وجدت مشاكل شعر هذه مضحكة فانتظر حتى ترى هذه اللقطات لما وراء الكوانيز تأكد من مشاركة هذا الفيديو مع صديقاتك التي يعانين مع شعورهن ولا تنسي الاشتراك في قناة 123GO بالعربي على اليوتيوب لتشاهدين مزيداً من مقاطع الفيديو المضحكة ترجمة نانسي قنقر